تكرار الحوادث المروعة صار يقض مضاجع العراقيين الذين باتوا يخشون أن يتخطفهم الموت في أحد الشوارع فلا يمر يوم إلا يسمع فيه بحادث هنا أو هناك كما جرى أخيرا في بغداد حين لقي أربعة أشخاص مصارعهم وأصيب أربعة آخرون في شارع مطار المثنى تبعه حادث مماثل تلقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح على الطريق السريع بمنطقة الدورة جنوبية العاصمة الأمر ذاته ينطبق على باقي المحافظات التي تتكرر فيها الحوادث وبالذات على الطرق السريعة كما يجري عادة في طريقي الرمادي والبصر السريعين لكن يبقى الطريق الأكثر خطورة هو الذي يربط العاصمة بغداد بمحافظة التأميم مرورا بمحافظة ديالا والذي يسمى طريق الموت بسبب كثرة الحوادث التي تحصل على هذا الطريق فكل محطة من محطاته تمثل كارثة مئات الأشخاص يفقدوا حياتهم أثناء مرورهم في هذا الطريق بسبب التخسفات الكثيرة والمطبات غير النظامية على الرغم من عشرات التعهدات والمليارات التي قيل أنها صرفت لفتح ممر ثاني بجانب هذا الطريق المهم والستراتيجي لكن دون أن ينفذ منها شيء شارع تعبان ومكسر والناشد الجهات المعنية يسووننا هذا الشارع تشوفه هذا صار ليممكن عشر سنين هي شيء مكسر ومنتهي وهي قطعة صغيرة هنا قطعة صغيرة للدولة تقارير رسمية صادرة عن وزارة الداخلية في العراق ذكرت أن البلاد شهدت خلال السنوات العشر الماضية ستة وستين ألف حادث مروري عدت إلى وفاة نحو ثلاثة وعشرين ألف شخص وإصابة أكثر من سبعين ألفا بجروح متفاوتة من جهتها أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان ارتفاع حوادث سير في عموم العراق خلال عام 2018 المنصرم نتيجة التهور وسرعة الزائدة وقدم طرق السير وتضرورها وعدم استعابها للكم الهائل من السيارات لا سيم الشاحنات التي تترك أخاديدة في الشوارع بسبب أحمالها الكبيرة فضلا عن عدم الالتزام بإجراءات المرور الضعيفة أصلا منذ سنوات ليدفع الثمن من كل ذلك باهظا من أرواح الأبرياء وسلامتهم